تكليف السامي من لدني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه للقيام بزيارات ميدانية لبعض المناطق والقرى قامت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح بزيارة ميدانية لمنطقة الدراز ومركز البديع الصحي حيث زارت ديوانية العصفور لتفقد احتياجات الأهالي من الخدمات الصحية والتأكد من كفايتها من المرافق الصحية وتطويرها وكان في استقبال سعادة الوزيرة الصالح كل من سعادة السيد علي العصفور عضو مجلس الشورى سابقا وسعادة النائبة فاطمة العصفور عضو مجلس النواب وسيدة فاطمة القطري عضو المجلس البلدي ومجموعة من الوجهاء والمسؤولين بقرية الدراز وفي بداية اللقاء شكرت وزيرة الصحة الحضور على حسن الاستقبال مثمنة التكليف السامي لسمو رئيس الوزراء والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي هذه المنطقة والذي يأتي كجزء من عملية التطوير الشامل ووضع الأولوية لهذه الخدمات وتلبية احتياجات المواطن صحيا والذي يأتي انطلاقا من محور اهتمام الحكومة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع القطعات ومن بعد هذا اللقاء توجهت سعادة الوزيرة بزيارة لمركز البديع الصحي حيث التقت بعدد من المواطنين الذين أثنوا على الخدمات التي يقدمها المركز الصحي كما استمعت سعادة الوزيرة لعدد من مطالب المواطنين ووجهت المسؤولين بالمركز لسرعة توفيرها وتسهيل كافة الأمور على المرضى ورعايتهم أحسن رعاية من جانبهم شكر الحضور والأهالي من منطقة الدراز زيارة الوزيرة الصالح مثمنين الاهتمام من سمو رئيس الوزراء الموقر بتطوير الخدمات في المنطقة وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها أهالي قرية الدراز جئنا اليوم للاستماع إلى بعض الطلبات والاحتياجات للمواطنين أهل الدراز وقدموا طلباتهم وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء إن شاء الله نحن نكون بتحقيق الكثير من الأمور التي يطلع إليها أهالي هذه القرية أو المنطقة وخاصة أن الأمور الصحية أو الخدمات الصحية هي تعتبر من أهم الخدمات التي يحتاجها كل مواطن وإن شاء الله نحن رتبنا على أساس يكون هناك معهم تنسيق مستمر ومتابعة مستمرة معهم من خلال المراكز الحالية الموجودة في هذه المنطقة التي تخدم أهالي الدراز سررنا اليوم بالمتابعة من قبل وزارة الصحة ممثلة في سعادة الوزيرة ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الله يحفظه لمتابعة شؤون وتطوير وإعادة تأهيل قرية الدراز ترجمة نانسي قنقر